بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا شباب. الوقت هنبدأ ان شاء الله نزبط مع بعض عمل الفرمانكولوجي. زي ما قلت لكم. عمل الفرمانكولوجي هتلاول حصة بمنتهى السهولة. هو كلام سهل. لو انت مذاكرة نظري. لو انت باش مذاكرة النظري مش تفهم حاجة. لما ده بمنتهى البساطة. فانت العمل التاعك مركز في ثلاث محاضرات. ما تتخيلش ان انا همسك معك محاضرة النظري واركع حيالك. لان اصلا ان العملي ده المفترض بحل لأسئلة. بس ان هو الكلام كله زي النظري بالزبط. هو متكرر من النظري. اللي مذاكرة النظري بالنسبة له هي حدي لأسئلة. تمام? بس انا هقرأ معكم كده الكلام على السريع عشان عارف ان انتوا ايه بتطوه لو في حاجة مش مش قرينها يعني. طيب. فيقول لك دفاين هيبرتنشن. الكلام اللي خدنا في النظري. تمام? هتفتح كده بالنظري هتلاقي. ان الضغط بتاعك يكون معدي. هتنجبول المحاضرة ونقف عندها عشان لما نقوز منها حاجة نقص الله بسهولة يعني. قلنا الضغط بتاعنا يكون معدي مئة واربعين سيستوليك او تسعين دايستوليك. تمام? انه كان تعريف الهيبرتنشن. وقلنا على فكرة انه ممكن ييجي يعني ممكن يبقى السيستوليك بس هو اللي عاكي. الحمد لله. او ممكن في بعض الحالات يبقى السيستوليك. يبقى دايستوليك بس هو اللي عالي. بس في الغالب يبقى اللي تنين عليهم مع بعض. الكلام احنا اخدناها سهل ما نضععش فيه وقت. طب ايه هي الفيرستلاين انتي هايبرتنشف دراجز? ليه ما قلناش واضحة يا شباب في المحاضرة? ايه كانت موجودة في الكتاب وتشالت. احنا ما قلناش واضحة كده بوضوح في المحاضرة. ايه دولة الفيرستلاين في الهايبرتنشن? او ايه اول حاجات بفكر فيها في الهايبرتنشن? لما احنا اتكلمنا يعني احنا فهمنا على مدار الحصة. ازاي عين الهايبرتنشن دبا مش شعل علاج. وانا قلت لك ساعتها في الهايبرتنشن في الحصة والتلات لو ما عنديش. انا ببدأ الاول بايه? ببدأ الاول بدايوريتك. ببدأ بلودوس ديوريتك. بعد كده بزود. تمام? طيب ايه الفيرستلاين? طيب حبينا كده نعرف نقول الادوية الفيرستلاين في علاج الهايبرتنشن فهم تلات حاجة. يعني الادوية ان انا بفكر فيها لما اجابدأ. تمام? اول حاجة عينة طبعا زي ما قلنا هي. ديوريتكس. لقصة يا زايت. ومعاها الاس انهيبتورز والياربيز. الاس انهيبتورز اول اياربيز. خباك مش هدى الاتنين مع بعض. بيتركز ان انا عمري ما هدى الاتنين مع بعض. هي اما اس انهيبتورز هي اما اياربيز. ان اهم الاتنين تنين من نفس نفس السكة. فمشنين في عده على اتنين مع بعض. ومعهم اتكادس يا مشان البلوكرز يا شباب. هي دي الادوية يعني المفروض بيترقصهم مين? بيترقصهم الديوريتكس. مفترض ان انا العين ده لو ما عنديش انديكيشن يعني بيرغمني ان انا استخدم حاجة معينة. المفترض ان انا ببدأ تمام? بعد كده حبيت ازود حاجة بزود من الاس انهيبتورز او الكلسي منشان البلوكرز. اتلاحظ ان انا ما قلتش مين? ما قلتش بيتا بلوكرز. خلي بالك. بيتا بلوكرز مش من الفلسطيلاين. البيتا بلوكرز بديها بس لو فيه انديكيشن ان انا اديها. عشان كده الجدول ده في غاية الاهمية. هو اللي موجود في المحاضرة على فكر تمام? واهم حاجات فيه التهارق. لازم تعرف ان اي مشكلة في الكليا. اي ضيابيت اسم الليتس جابلك سيرة الكليا لازم ده على فكرة سؤالي متاعنا هييجي. لازم اي مشكلة في الكليا او يعني عنده السكر عشان بتأخر من ضيابيتك نيفروباسي. هيسألك في اهم حاجة بس على فكر. وبرضو لو الشخص ده جالوا جلطة قبل كده. برضو اعرفها دي. ده موجودة عندك في الكتاب انها ليها علاقة كده في الكبير. بتقلل الكارديفاسكولر اكسدنس. انه عندي يجيله جلطة هيحصل له مشكلة كارديفاسكولر طيب. على العكس بقى لو انجاينة. لو انجاينة بيكتورس. لأ ده انا بيتا بلوكرز او كالسيا مشانين بلوكرز. اصلا كنت باخدها في الانجاينة. لو مشكلة في القلب انجاينة. لأ افكر في بيتا بلوكرز او كالسيا مشانين بلوكرز افضل من او او تمام يا شباب? وعلى فكرة الانجاينة دي بعتبرها كأنها مشكلة عشكلة لما لما تجي تذكر في النظري. يعني اخدنا ان كورونا بدي ايه? بدي بيتا بلوكرز. تمام? طب البوست ام اي برضو بيش موجودة في العاملية لكن موجودة في النظر. واحد ما يكردها. تمام? حصلت لو كالسيا جالوا الضغط افضل ان انا امشي ايه على بيتا بلوكرز. لان ان هي بتحسن الموضوع ده بعد كده. عشان كده بيتا بلوكرز لها زي معينة. طبعا ينا هارت فيليار ينفع اي حاجة. ينفع ليس ينفع ليس ينفع ليها بيتا بلوكرز. ماشي. عشان كامش موضوع عسيلة اوي. بس ماشي اعرف ان كله تمام. طب البريفرال ارتري ديزيز. البريفرال ارتري ديزيز. افتكري ان انا كنتر انكيت البريفرال ارتري ديزيز ده. الناس بيكون عندها في الاوعية الدموية الطرفية. فلما انت رديد بيتا بلوكر هتقفل كمان الاوعية. عشان كده افضل الاس انهيبتورز ويه. طيب اي انا عنده يقولك بدي الام ار ايه. ايه الام ار ايه ده? اللي هي منورالو كورتوكويد 리سيبتور انتاجونيست. منورالو كورتوكويد. الانتاجونيست. اللي هو الاسيبورن لاغتون. فاكرينه اضافة ان leastQue سيبورنج دايوريتيس للسبيرونcing ديش ده. افضل ادي يعني احب ابدأ بي كده انا زي ما قلتلك دايما بدي كمكمل للديوريتيكس تمامم. لكن امضي هو لفيريستواين. ما هو وبيتغل الادوستيرون انتاجونيست او بيشتغل عكس الالدوستيرون. فما بختاروش فيستواين اذا لو حد عنده هايبر الاللسترونيزم. اللي بقى الام RED اللي هي الديسترون انتاجونيست. بيسموها منارالو كورتيكويد؛ لان الديسترون ده بأعتبرو حاجة اسمهاнокورتيكويد. عرف الكلام شوية دلوقتي معقّط في سنة تانية قدامها يتفهم. اعرف بس ان الام RED اسمها منارالو كورتيكويد اللي هي الديسترون انتاجونيست. حاجة شبه كده الاسبقاليacciنراكتون. تمام? بدي فيها مين كن. بديها في وعليها فحالات مين低اد 불بيا زي ما قلتلك احب الالفا مسايل دوبا وحب البيتالول. وفي على فكرة بعض الانواع بتنفع من الكلسا متشان البيلوكارس. طب البيلاك اسنيسيتي. يقولك الناس اللي هما بيكون بشريتهم سودة في الجينات بتاعتهم لانا ان هما مش بيستجيبوا اول الاس انهبتورزولي اربيز وما يستجيبوش البيتالولوكارس. فنحب اقول نبديهم الكلسا متشان البيلوكارس مع الديوليتيكس مهمة دي. مهمة دي مهمة دي مهمة. ومتلك ده البيبي اتش بناين بروستاتيكا. قلتلك ده اخطر حاجة نحبها مين? الالفا وان بلوكارس. الالفا وان بلوكارس. لانها بتروح بتريح مع البروستاتي. كل هو الكلام بتاع النظر على فكرة. بس نجمعه لك. وانا قلتلك قبل كده اهم الحاجات. دي مهمة جدا. وهتشوف معايا في الكيزيز. مهمة. 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 البقائين مهمين برضو بس دول اهم حاجات. انا بقول لك اوه. بعدين بديك هو شوية حاجات كده. ده كلام عام. سهل جدا ان تقرأ لواحدك. شوية كده اتنين كالبيلز. يقول لك دراك سيرابي. يعني اللي هياخد ضغط ده. فالغالب هياخد ضغط طول عمره. عندي يعني لازم ابدأ الادوية اللي عنده لو عمه تقط في الاول كده. لازم الاول ابدأ معا. وضبط اكلك بطل تدخين خس مش عارف منفعش. ساعتها هبدأ معاه لطول الدراك سيرابي طيب. يقول لك يعني يا شباب. يعني فيها ادوية غالية وفيها ادوية رخيصة. فلازم اراعي في الحزبان ان الشخص ده هيمشى عالدوية ده طول عمره. فلازم اراعي في الحزبان حالته المادية وحالته الاجتماعية. وهل هيعرف يوفر الدوا ده ولا لا. زي ما قال لك يقول لك ايه يعني حاول بخضر الامكان تفضل مكمل على الدراكز. لو تبدأ بحاجة خليك في الدراكز مش حابب دراكز يا عام او خليك في الاس انهيبتور زي او الاربيز او الكالسة ده اللي خدناها. طيب انت بقى هبدأ بالبيتابلوكرز هبدأ بيها لو في كوروناري او في انديكيشن ببدأ البيتابلوكر بيه. يعني في عندي انديكيشن. طيب يقول لك في كبار السن في الالدري بيشنت احب قوي الكلسة واحب استعرافها دي واحب الديوريتيكس. يبقى في كبار السن محبش الاس انهيبتور زي او ربيز يا شباب. احب ايه? احب الكلسة وحب السيزايتز. تمام طيب. لكن الاس انهيبتور زي ما قلتلك احبوهم خالص فين? عين ضيبتك بيشنت. عين بروتينوريا. يعني بينزل بروتين في البول. ده بيدل على بيدل على مشكلة في الكليا. بيقول لك اسوشيات كارديفاسكولر او سي كي دي. كورونيك كيدني ديزيز او كارديفاسكولر دزيز. كل دي حاجاتين في عد فيها برضو اس انهيبتورز. ما متشتغلو زي الفل. وفتيكر كويس قوي. او عتدي نوعين. يكونوا اس انهيبتورز ويه اربيز. لا. يا اما اس انهيبتورز يا اما هي اربيز. يبقى مينفعش اخد اللي اتنين مع بعض. طيب. ولازم تاخد بالك وانت بتنزل الضغط انك تعمل ايه? تعمل في البراد بريجر. يعني ايه? يعني هبدأ قدي الجرعة بالتدريق واقلل الضغط بالتدريق. تعرف على كده قاعدة في الطوارئ اننا ما ينفعش قلل الضغط مرة واحدة. يعني لو جاي اللي واحد ارجنس واحد ضغطه معدي مئة وتمانين مئة وعشرين. فقال لي خلنا في الطوارئ بقعمل ايه? بقلل ضغطه لحد ما وصله مسلا مئة وستين. بعد كده بقى خليه يمشي بقى يتابع ويمشي على ده ضغط طول عمره. لكن مش بقلل ضغط حد فجأة. لان ده ممكن يعمل مشاكل اللي ممكن يدخلني في برين قديمة. هتعرفها بعد كده ان الاوعيات دموية في المخ بتكون متعودة على معدل ضغط معين فانت لو قللت مرة واحدة الضغط ممكن يحصل مشاكل. تفهم الكلام ده بعدين? فدايما انتعرف ان الضغط ما ينفعش يتقلل فجأة. طيب ما كي اقول لك في الجوت. دول مهمين يا شباب. في الجوت لانا ان الكالسيا مشتان البلوكرز واللوزورتان هم افضل حاجة. ده بالنسبة لعيان الجوت. بلقينا في عيان الجوت ان الكالسيا مشتان البلوكرز. ده على فكرة بي. كالسيا مشتان كده كريستالات. وتترصب في الصوابع وتعمل الام براحة وفي المتفاصل. هو ده ملخص الجوت. النقرس. فلازم اقلل اليوريك اسد حمده اليوريك. فالكالسيا مشتان البلوكرز واللوزورتان بالذات. تمام? لانا وان هم بيقللوا. معدل اليوريك اسد. طيب. برونك يا الازمة قلت لك في الازمة مش هدي نونس الليكتف بتا بلوكر. هركز على الحاجات السليكتف بتا وان. لكن مش هدي نونس الليكتف. نونس الليكتف هي في البيتا وان. اللي في القلب. واي هدي الضغط وكل حاجة. لكن هي في المعاها بتا تو. اللي موجودة في الاوعية الدموية. وموجودة في القصبة الهوائية. في احسن برونكو كونستريكش. ده كلام عام خدناه في سنة اولى. واخدناه برضو في المحاضر. تمام? في بريك دانس زي ما قلتلك. ابعد بعد تام عن الاس انهيبت وردو عندي. فهمت يا شباب. يبقى الاس انهيبت وردو لها ربيس. تمام? كانوا مع الديوريتكس والكالسيا من شانل بلوكرز كافيرست ليل. لكن فيها وقت تانية مش هينفع عديهم. في الحملة مسلا. مع الحملة زي ما قلتلك بيعملوا ليهم تراتو جينيك افكت. هيعملوا تشويات في الجنين. فبالتالي كل عيان لي قصة. لازم تعرف ان الطب ده ما عنديتش اسطنبا. في قصة عصرة يعني في المستشفى من كام يوم? بس مش هيك عشان ما اطولش. وسيعني المهم ان ما فيش حاجة اسمها اسطنبات. اسوأ حاجة في الطب تكون مش اسطنبات. انا يا باشا في حاجة اسمها اسطنبا اه عامة. لكن في حاجة اسمها او اسمها ان انا لازم اعمل تريد من تبلان تيلور لتوز كل يعني لازم تكون خطة العلاج مفصلة على مقاس الشراسف شايف جمال التعبير يقولك ايه تيلور دي جاي من تيلور الخياط. فلازم تكون خطة العلاج مفصلة على مقاس كل بيشانت. كل عين غير التاني. في واحد احب تديره في واحد ما حبش وقاها كزا. طيب. زي ما قلنا في البليجنانس الالفا مصايل دوبا واللابيتالول. ولو ما استجابش ممكن نزود طيب. بعدين منديك شوية اسئلة من الادوية في مصر يا شباب. الاسماء بقى والبتاع الكالسامتشان بلوكارز واسماء هم. عايز تعرفهم اعرفهم. والديوريتكس والكابتو بريل. كابتو انتف غاية الاهمية. بعد كده عندي بقى الاسئلة. اللي هي اهم حاجة في المحاضرة عندنا. تعالوا كده ايه? نحلهم مع بعض بسرعة. طيب يا شباب. اول جملة عندنا. عايز ان نحلهم بسرعة كده مع بعض ونركز. يقول لك والله. يقول لك. يعني دي لها علاقة بالعرق يعني. عرق من الناس كده. عايزين ياخد تريتمنت. نركز. برضو مع ديبيتس ومعها دي الحاجات اللي معاها. يبقى انت من غير ما تكمل الجملة. مع ديبيتس. مع ديبيتس. مهمة جدا جدا جدا. مين هنا? الينالابريل. ده. يبقى الجملة على فكرة. انت لو مذاكر عشان في حد قال لي مش عارف مش عارف تحل ليه. انت لو مذاكر النظري وفاهم تحل على فكده كله من النظري. يبقى ديبيتس بدي مين? خلصنا. واناك ازمر اهيه. مع ديبيتس اس انهيبتور زاوية اربيس. يبقى اللي مركز في الاسترالة المهمة بيحل بمنتهى الثلاثة. ما عندوش مشكلة. طيب افورتي فايف هقول لكم حاجة حلوة. في كده تكنيك في حل للاسئلة في معادلات بره. يقول لك ايه. لما تكون كيس كبيرة ممكن تشتغل بحاجة اسمها زات تو ايه تكنيك. يعني ايه زات تو ايه? يعني الاخر دي الاول. انت لما يكون كيس طويلة كده. بس يا طبعا يعني ما نصحش بها غيلة وانت مسلا ما عندكش وقت. بس لما يكون كيس طويلة ادقى من الاخر. فاقول لك يا بشا. شايف هو راغي 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 ودك ان عيان عنده مش بياخد ادوية. هو في الاخر بيسألك على دواء بيعمل كونستبيشن. مين خدناه في المنهج بيعمل كونستبيشن. وقلتلكم بركزوا عليها. هجيلكم في الانتحان. الفيروباميل. الفيروباميل ده بيعمل كونستبيشن كونستبيشن. بالمحاضرة ركزنا عليها. طيب. ويتش انتي هايبرتينز في ميديكيشن كان كوز صايدة افكتوف انجي وديما انجي وديما انجي وديما قلنا ايه? قلنا اللي هو هنا الفوزين وبريل. طيب. اففتي تو يير اولد في ميل. هز ان كنترول الهايبرتينشن مير روعة وخمسة لاتنين وتمانين وزل زين وبريل. يقول لك شي ريسنت لي هدقى مايكار ده الانفوركشن. جالها باست ميديكال هست وكمان معها ضيابيتس ومعها هيبرتينشن ومعها هيبرلايبيديميا ومعها استيوارس رايتس. يعني عندها الضغط وعندها السكر وعندها زيدة في الدهون ومعها كمان استيوارس رايتس. كونسيدرينج هير كنبيلنج انديكيشن يعني هنحط في الاعتبار كل الانديكيشنز دي اسمها كنبيلنج انديكيشنز. ويتش ايجنز ميبي ابروبريت توقات وهير انتي هيبرتينز في سيروين. الدواء اللي هضيفه الى. علاجة الضغط. خلبي لك هي ماشي على زينو بريل. وستير الضغط بتاع حكام. عالي. عالي. يبينان انا محتاجة اعمل اضيف حاجة على زينو بريل. خلي بالك بقى هي مشت على زينو بريل. ميشت على زينو بريل ايه. لانها في الاصل عندها ضيابيتس. خلي بالك هيه ضيابيتس وهيبرتينشن. علشان كده اللي مشاها مشاها على زينو بريل. اس انهبتور. فدلوقتي هي جالها ميكوردة الانفاركشن. وانا قلتلك مهمة جدا 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 البوست ام اي البوست ام اي بضيف مين بيتا بلوكر فالعينا دي اكتر حاجة هتستفيد منها البيتا بلوكر اللي هي هنا الميتو برولول صعب يا شباب كلام متناغي ما فيوش اي مشكلة طيب زابلات دي مش عليكم وصعبة شوية عليكم بس انا هقول لكم تفسيرها وهعرفوها زي ما هي وخلاص يقول لك يعني واحد عنده الضغط مش ساكندري ومتزبط الضغط بتاعه بالانالابريل ده ده واسه انهبتوس طيب يقول لك سينس اينيشجن اوف انالابريل سا سيرا مكرياتينين انكريزد خمسة وعشرين في المية biased line يعنيها كرياتين ده اللي هو وظائف الكلا اللي هي علاقة بوظائف الكلا كلهم انفراده طبيعي من نص الواحد ونص طبيعي من النص الواحد ونص طيب كل ما الكرياتين بيزيد كل ما معنى انه فيه مشكلة في الكلا الكليتين ده مفترة الكلا بتطلعه لما يزيد في الدم معنى ان الكلا مش عارفة تطلعه يبنى عندي مشكلة في الكلا الكرياتين بتاع الراجل ده زات 25% عن البيز لاين ده اللي هو الشخص ماشي عليه ما قلنا لها مش زي بعض يعني ايه يعني في واحد البيز بتاعه ان يبقى كرياتين واحد كرياتين واحد في واحد يبقى كرياتين نص فولو كان البيز لاين بتاع واحد زات 25% يعني بقى مسلا واحد وربح زات 25% طبعا عمل ايه بقى هل اوقف الانالابريل ولا اقلل الجرعة ولا كمل على الجرعة زي ما هي ولا زود الجرعة فالحل بتاعها قالك ايه قالك continue current dos of انالابريل كمل الجرعة زي ما هي طب ازاي طب وزاي في الكلة بدأت تعلى اه بنا هقولك حاجة بقى يقولك بتقبل لغاية 30% يبقى بتقبل الزيادة up to 30% of increased creatinine is acceptable يعني لغاية زيادة 30% مقبول اكتر من كده غير مقبول لان هو creatinine ده مش اول ما يزيد اخاف لا لو زاد فعلا زيادة كبيرة تمامي يبقى نفس الجملة دي جات لك تاني وقالك ان creatinine زاد ب40% لأ ساعتها هدوس continue inalabryl هشيل ال inalabryl لكن طالما انا 25-20-15 طالما الزيادة اقل من 30% والضغط متضبط زي الفل يبقى اكمل زي ما انا على ايه ال inalabryl اعتقد مش صعبة وتفسرت سيبش عليكم يعني طيب which of the following correctly outlines a major difference in between sciiside and loop بص بالراحة معي كويس قوي احنا كنا ما اخدناهوش برضو مش عليكم دلوقتي هيتخذ بالتفصيل واشرحها لك ان شاء الله في بلوك ال RRS تمام مقارنة كده بين sciiside وبين اللوب ديوريتكس احنا اخدنا ان دي مدرات بول هما الاتنين بينزلوا الصوديم في البول وهم الاتنين بيعملوا هايبوكاليميا هما ايا شباب بيعملوا هايبوناتريميا بيقل في الدم فبعمل هايبوناتريميا في الدم بقدر الصوديم في الدم برمل بوتاسيم في البول فبيقل في الدم فبعمل هايبوكاليميا في الدم فهم شباب بعض بالزبط يختلفوا في تأثيرهم على ايه يختلفوا في تأثيرهم على الكالسيام لا هم الاتنين في الكالسيام غير بعض ماحشاش خيالك دلوقتي عشان تحفظها فقا تتفهم قدام في RRS طيب اللوب ديوريتكس اسمه في السوق بسقولك انت حشيشها عام بتقولك إن الصيازايد صيازايد صيازايد شايف لو تعلم محي يقولك إيه صيازايد إيراه كده بقى إيراه إيه سيزيد سيزيد فالصيازايد يا باشا سيزيد الكالسيام الصيازايد بتزود الكالسيام في الدم يعني بتقلل خروج الكالسيام في البول فبتزود الكالسيام في الدم طب الليزكس 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 إيراه كده لا لا يزيد الكالسيام لا يزيد الكالسيام يبقى الصيازايد خلصانة سيزيد الكالسيوم الليزكس لا يزيد الكالسيوم فالجملة الصحة هنا يا شباب هي ايه الجملة الصحة هي الصيازايد ديوريتيكس مهم عرفها دي وهتكرر قدام ان شاء الله في القراريس طيب رقم سبعة جملة كلاسيكية اللي تيجي في اي انتحان في ودلكم مئة مرة في المحاضرة لو بطلتوا فجأة ضغطي يعلى من تاني بس يعلى بالزيادة بقى رقم تمانية مهمة برضو جملة كلاسيكية واحد خد دوا للضغط وجاله كحة نشفة مستمرة من يا شباب اللي هو من هنا ايه حاجة اخرها بريل طيب ايه الدوا اللي اخاف منه في عينة برونكيا احنا قلنا يا شباب اللي هو من هنا طيب لو ما كانش عندي في الجملة دي بتختار مين ممكن اختار بلاش مع الازمة انها بتعمل ايه اعرفها يعني طيب مزاكر نظري اعتقد هيحل زي الفول طيب بص شباب الكيز دي مش هنحلها لان الموضوع اكتر ماشي ناحية الاعتقد دي اللي حلوها معاكم في جروب سكاشن الكيز اللي هي الكلام كله راغي راغي واستنباط بقى وحاجات بقى نحفظها فالكلام دي اعتقد انهم حلووا معاكم اكتر في الجروب سكاشن يعني هم السنة اللي فاتت قدولهم انهم يركزوا عن نظري ويركزوا بس على الامسي كيوهات اللي في مذكرة العمل يعني واعتقد نفس الكلام هيتم السنة دي فما نخافش تمام طيب بعد كده هنخش على تمام برضو نفس الكلام الكيز دي كلام برضو في النظري حاجات بقى اللي هو انتو حلوها في الجروب سكاشن والكلام ده هنأيمنوا اكتر الحاجات الامسي كيو وهقرى معاكم الكلام اللي هم اللي كان ده متزود السنة كلام اللي هم كاتبينه ده المذكرة يعني طيب يقولنا جاه يا شباب تشخيص الهارت فيلير لازم يتم بالايكو كارديو جرام بعمل ايكو كارديو جرافي الايكو ده بيطلع لي شكل القلب بالتفصيل بيطلع وظيفة القلب بيطلع كل حاجة عشان اشخص هارت فيلير ميفحش بس بالاعراض لازم اؤكد التشخيص ده بالايكو كارديو جرام لان الايكو ده هو اللي هيحدد الاندرلاينج ميكانيزم ايه التغيير اللي حصل في شكل القلب ده وبيقس لي كمان اهم حاجة الاجيكشن فراكشن طبعا انتو خطو في الفيسيولوجي ايه الاجيكشن فراكشن ده اللي هو القلب بيدخ قدي ان اللي جايل له يعني القلب جايله مثلا مية ميلي دم بيدخ منهم قدي ايه اللي هو ده اهم حاجة اللي هو ده اللي بيدخ الدم للجسم كله فده اسمه ليفت فينت فيلي فيدخل ايجيكشن فراكشن ليفت فينت فيور ايجيكشن فراكشن طيب وعلى هذا الاساس السنة الهارت فيلير إيه اللي حاجتين بالاندي هارت فيلير وز ريد يوزد ايجيكشن فراكشن وهارت فيلير وز بريزيرفد ايجيكشن فراكشن تمام يقولك وكل واحد منهم ليه علاج غير التاني ليهم different treatments but are often indistinguished ايش ابقولك يعني ما بعرفش ميز بينهم بالكينينيكل معرفش الكلام خدتوا في سيولوجي ودلها بس اشرحوا لكم بسرعة ده ممكن تستغرب تقول لي ده معناه ايه اللي هي كمية الدم ببساطة كده اللي القلب بيعرف يضخها من اللي جايله والطبيعي تكون فوق الخمسة وخمسين يعني قلب ساعتك جالك مئة ميلي جاله مئة ميلي يعرف يضخ منهم خمسة وخمسين او يضخ ستين يضخ سبعين كده الاجيكشن فراكشن سليمة فالطبيعي انه يبقى عندي ايه على ذكره اللي قدت بكلم عنه وبشرحه طول الحصة الهارت فيلير ده كان قصد في الفرما او اللي بنعالجه السنة اشهر يعني اللي هو هارت فيلير ايجيكشن فراكشن قلت لان عضلة القلب ضعفت امال ازاي بقى انت بتقول لي ايجيكشن فراكشن عالية ازاي بقى عندي هارت فيلير يعني ازاي تقول لي مثلا ان قلب قلب واحد بيجي له ميت ميلي بيدخ منهم سبعين وبرضو عنده هارت فيلير اقول لك لا والهارت فيلير ده مش بس مشكلة في الانقباض ستوليك ساعات يا شباب بيكون في حاجة اسمها داستوليك هارت فيلير اتوقنا خدناها في الكارديوميوبوسي يعني ساعات بتكون المشكلة ممكن مابكار ده ممكن في الناس اللي بيجيلها الضغط الشخص اللي بيجيله لفت فينتريكولر هايبيرترو ده فالليفت فينتريكولر عنده بيتنفخ يا شباب بيتنفخ فهو كمية الدم اللي هتجيله ايان كانت كم هيارف يضخها بس هي كمية الدم أصلا اللي دخلت مالها قليلة خلي بالك الاجيكشن فريكشن ما بتحسبش كمية الدم اللي دخلها الاجيكشن فريكشن بتحسب كمية الدم اللي قدر يضخها من الكمية اللي جاتلو أيا كانت يعني جالي 100 ملي ضخيت منهم كام طب جالي 50 يعني ممكن واحد جاله 100 ملي ضخ منهم 55 أو ضخ منهم 60 فاجيكشن فريكشن كام 60% طب واحد جاله 50 ملي ضخ منهم 30 جيكشن فريكشن كام برضو 60% فاهمين القصة دي برضه 60% يابا هو مش بي حسب كمية هو بالنسبة له النسبة اللي ضختها من الكمية اللي جات لك ايا كانت الكمية اللي جات لك طب لو الكمية اللي جات لك قليلة لو الكمية اللي بتيجي اصلا قليلة فمهما كانت ملعاش لازمة برضه هيبى عندك يابا ينا القلب فاشل بسبب ان هو مش عارف يعب دم كتير لكن الكمية اللي بيتجيله بيدخها عادي فده اسمه تمام يعني كلمتين مهمين بصراحة باكايب يقولك ان في عندي مراحل للهارت فيلير تمام عندي حاجة اسمها استيج ايه لقيت ريسك عندي بري هارت فيلير استيج بي اعرف ان السمتوماتيك هارت فيلير بيكون استيج سي بيظهر الاعراض والادفانسد بتكون استيج دي يقولك لازم بقى ومتابعة الاعراض ومتابعة الوزن كل شوية شوف بيحوش مية في جسمه قد ايه يقولك برضو قواعد عامة يعني انا لو اهدي الشخص ده ما منفعش عليها بنجيها على طول طيب يبقى شوية كلام يقولك يعني عندي مشكلة يبقى انا اللي كنت بتكلم عنه طول المحاضرة هو شايف ده يعني اقل من 40% وعنده اعراض زي ما قلنا المجموعات اللي خدناها كلها شباب في الملهج بتاعنا اخدنا الارني او خدنا الاسين اللي هما في الاخر اللي هما تمام كل الحاجات اللي خدناها ممكن نبدأ بيها عادي حسب ايه افضل حاجة مع العيان يعني او يقولك ايه السيس كلينيك الفاكتور يعني ايه يعني انا ممكن نلاقي عيان مشكلته ان الهارت ريت عالي عيان الهارت ريت بتاعهم عد السبعين وصينص ريزم وبالك صينص يعني ايه يعني ما عندوش ايه اف ده صينص ريزم يعني الهارت ريت بتاعه اعلى من سبعين طلع من الاسي انوت ساعتها هدي ايه مين اللي خدناها في حصة الزيادات وقلنا اللي موجود في الكتاب وقلنا سيليكتف نيبشن اوف اسي انوت اليفابرة دي اهي مهمة دي طب بلاك بيشنت بلاك بيشنت وقلتلك البلاكس ما حبش معاهم الارني والاس انهيبتورز والاربيز خدناها في الهايبر تينشن البلاك احب ده يوريت الكلسة ده في الهايبر تينشن طب في الكارديو ممكن نديهم مين او في الارت فيلير الارت فيلير ردي يا شباب لان ما نفعش ردي كالسا مشانا بلوكرز مالهاش رول في الارت فيلير بدي مين بقى ممكن ندي هيدرالازين ونيتريتز عرفت ليه في الفاصل ديليتورز عرفت اضافوهم ليه لان في عينين مش بينفع عدي معهم اس انهيبتورز ولا هي اربيز تمام لان العرق ده الناس اللي هم اللي مشرتهم صورة مش بيستجيبوا كويس اس انهيبتورز ولا هي اربيز فلو محتاج فاصل ديليتورز مع الارت فيلير قلنا بدي مين مين اللي بديه في هارت فيلير مع قاتل الارت فيلير الدي جوبسك كلام سهل جدا ما فيهوش اي مشكلة طيب ولك عشان تاخد احسن كفاءة تمام بتبدأ العلاق في اسرع وقتة ممكن وبتزود الجرعة على مدار اسبوعين لاربع عسابيع ماينفعش ابدأ بقى اخصى جرعة عن الاول خالص لا لان العين ده هيتخض الجسم هيتخض لو تتلو حاجة مرة واحدة الارت فيلير ده انا بدي حاجات كلها بتقلل شغل القلب تمام عشان القلب هيتعافى فلو خدت جرعة كبيرة مرة واحدة ممكن القلب يطب بساكت مني طيب يبدي القصة بتاعتنا بعدين من ديه شوية امثلة لازي لكتون ده فروزامايد وسبيرون ولكتون نكتبه عن دريل بس مش اقول لها عشان ما نتلغبطش الكابتو بريل حاجة اسمها البروك البروك كورالان ده بروك رولان ده اللي هو إيفا بردين الانتريستو مشهور خالص ده ساكيو بتريله والفالزارتان ولقى تاكنت تمام وعندي حاجة اسمها الانوكزن ده بغاية الشهرة الانوكزن ده الانوكزن ده اللي هو الديجوكسن تمام طيب بعد كده بقى عندي الهارت فيلير بقى فيه زي ما هي ده في الغالب بتكون مشكلته يا شباب ميكانيكا عشان كده علاجه صعب جدا بصلا في الغالب مش بيتعالج يعني مقارنة بالليل بيبقوا عينين كبار في السن بيبقوا اكتر في الستات بيبقى عندهم يقولك الميكانيزم يعني شوالك مشاكل كده مشاكل المرضية وفيسيولوجية مشاكل في الوظيفة وفي التركيب يقولك مشاكل في الشرايين الميكارت الستيفنس عندي عالية مش عالة في الفنتريك اللي ينبسط في عندي فكل دي حاجات علاجها مش بالأدوية دي علاجها ان انا عمل له كارديك ازرع له قلب لاني القلب شكله مش هيغل كاولك ايه أنا مجرد بس بنيدي حاجات تحسن الأعراض لكن ما عنديش حاجة هتحسن من حياة الشخص ده طبعهما الشكل بتاع قلبه بدأ يبوز فمش هيتحسن غير ان انا غير القلب يقولك هاويفر بقى عملنا دراسات لان ان في بعض الحاجات بعض الحاجات او بعض الناس استفادوا من بالدراسات بعض الناس استفادوا من الالسيون والانتاجونيست تمام برضو الساكيو بتريل والفالزر تان في دراسة كلا يقولك نوع من الدراسات يعني دراسة عملت بس ما قملتش للآخر فحاليا بيتابعوا الكمبينيشن ده والديوريتكس لو هنستعملها لازم نستعملها بحرص تمام ونبعد ان احنا ندي كميات كبيرة لانا زي ما قلت لك هو اصلا عنده قلبه بيوصل له كمية دم قليلة القلب اصلا بيوصل له كمية دم قليلة فانت لو خدت داوريتكس بتقلل الكمية لا توصل لها اصلا قليلة تمام يقولك الحاجات اللي بتأثر على شكل القلب ده الهايبرتنشن هو اكتر واحد برضو بيأثر هي دي كلها الامراض اللي بتخلي القلب اصلا شكله يتغير في حصل في مشاكل تمام فبالتالي انا بركز هنا على علاج السبب لغل ما فيش عندي حاجة حرفت ديها هتغير شكل القلب طيب بقول لك exercise training can improve quality يعني لو لعب رياضة ده ممكن يحسن من جودة حياته تعال نحل اهم حاجة عندنا اللي هي اللي هي الامسيكيوهات هم اكتر شوية بس هنحل لهم اكيد طيب طيب يا شاب عندي اول جملة في الهارت فيلير بيقول لك عنده اسمتوماتيك ما عندوش اعراض عايز سمتوماتيك وعايز سيرفايفال بنيفتس يعني عايز دواء يقلل immortality وكمان يحسن الاعراض مين في دول دو بيتامين تو بيتخد اكيوت هارت فيلير مش تبعنا الفروزامايد الفروزامايد كان بيحسن السمتوماتيك لكن مش بيحسن بيقللش طيب اللي زينه بريل اه اللي زينه بريل مزبوط وكمان ليه طيب ليه ما قلتش ساكيو بتريل او بلزر هم ينفعوا شابا ينفعوا على فكرة ينفعوا الساكيو بتريل بس مش مشهور ان انا ابدأ بيهم يعني مش مشهور ان انا ابدأ بي بيبدأ بيهم بعد ما اكون مدي بعد كده عادي يعني بعد ما مدي وهجرب بعد كده ممكن اتحول للارني مش قاعدتلاقي فوق لك ايه اقول لك او يا ربيز بعد كده حول للارني مش مشهور ان انا ابدأ بيهم يعني انها حاجات لسه جديدة معلغاش ابحاث كتير يعني فيفضل ان انا ابدأ به طي بيعمل هل بيزود طبعا لا هل بيقلل الكاردياك؟ مع الوقت بتحسن كفاية القلب. هل بتقلل البريلود؟ اه بتقلل. قلنا الاسنيابتروز دي تشتغل. او او بتقلل البريلود وكمان بتقلل الافترلود. ده رقم اتنين. طيب بتحسن ازاي كفاية القلب؟ عن طريق انها بتقلل مزبوط. عن طريق انها بتزود الهارتريت غلط. بتزود الرينين غلط. بتشغل الكلام سهل انت عارف مفوش اي مشكل. ازاي اللي مفيد في الهارت فيلير. بيزود البوتاسيام سيكريشن غلط. ده بيحافظ على البوتاسيام. بيشتغل كالدوستيرون اجونيست غلط. ده انتاجونيست. بريفينت كاردياك هيبيرتروفي مزبوط. زي الريمودولينك كده بالزبط. طيب. قلنا اهم الالكتورلايتي بيتأثر في الناس اللي بياغلوا ديشوكسن هو البوتاسيام بخاف جدا من الهايبوكالين. طيب. بكز بقى. سيفير ديزنيا صادن انت مرة واحدة جالوا دي في التنفس رهيب. كشفت عليه. لقيت اكيوت بالموناري اديما ديوت وهكس كده. اكيوت ليفت في انتريكولر فيلير. هاوود يومانيش اسميديكال اميرجنسي. اكيوت بالموناري اديما يا شباب. مرة واحدة ليفت في انتريكولر باص. خرب اكيوت ليفت في انتريكولر هارت فيلير. فالدم اللي كان جاهله من الليفت اتريام وجاهله من الرئة. مش هيعرف يجيله. فالدم يتحوش في الرئة. فيرشح. فيعمل لي اكيوت. طب مين اللي ممكن اديه في الاميرجنس دي. طيب انا في الاميرجنس محتاجى ادي حاجة. يا اما ادي فروزامائد. ادي فروزامائد دي ليه. الفروزامائد ديوريتك هينزللي شوية من المية اللي موجودة. ادي محوش مية عرقة. فروزامائد دي اول حاجة ينفع تديها عشان تنزل شوية مية عرقة. او ادي حاجة من اللي اخدناهم اللي كانوا بيتاخد في الاكيوت هارت فيلا. فيا انا ما عنديش غير فروزامايد. طيب إيه الـ اللي ممكن يحصل مع الفروزامايد يا شباب واخدنا مشهورة جدا اقول تلكم مشهورة جدا زودتها لكم. أو اليسيكس أو مسهورة انه يعمل أوتو توكسيسيتي خدناها يا شباب في محادرة وهوأخدناها في سنة اولى اللي كان معنا في سنة اولى. كنا خدنا الميلوغليكوسايدس وخدنا في الصعيد انها ممكن تعمل اوتي Ting. وقلت لك اوعى اضفها مع تانا هيتشرح السنة الجاية اللي هو اللي برضو بيعمل طيب شايف مين ينفع ديها يا شباب ينفع ديها في الاميرجنسي بلو عايز ادي حاجة طيب يقول لك برضو مخطباش مش عليكو ببعايز ادي حاجة تقلد القلق وتقلد البن مع العيان فبد المورفين بند مورفين اقوى مسكن موجود حاجة مسكنة جدا وبتخلى اصلا العيان يوفورك بادمان مخدر يعني طيب مين ينفع ديها مين هنا هو بسرع المفعول طيب زي ميكانيزم بيشتغل ازاي هل هو بي اكتف غلط هل بيعمل مزبوط طيب يقول لك بيجي لها نهجان مع المجهود عندها الكابت عندها مضخم وعندها دي على فكرة اعراض عندها وضغط بتاعها ميلد كرونيك هارت فيليار طيب ايه اول حاجة ممكن هبدأ بالعلاجة هي طالما السيتة عندها يا شباب طالما السيتة عندها اديمة فاول حاجة هدى اسمتوماتيك كده هدى بالهايدروكلوروس هدى بالديوريتك والموضوع جالك كله ايه زي ما قلتلك ميلد ميلد هارت فيليار تشايف فوق ممكن ندي فروزامايد لان ده كان اكيوت لكن ده ميلد فلو ميلد هدى هدى سايزايد يحسن معاه الاعراض طب ايه الادفيرز افكت اللي ممكن تحصل معه السايزايد قلنا الهيبوكاليميا طب ازاي احل مشكلة الهيبوكاليميا خدناه في معادرة الهيبارتنشان ان انا اضيف بوتاسيام بيرنج اللي هو مين يبقى الادفيرز الى اكشن اللي بيحصل مع الدواء في السؤال 8 ده ممكن اقلله ان انا اقدي معاه مين اسبالون ولاكتون طيب يقولك يعني العين ده خد سايزايد واخد معاه اسبالون ولاكتون ونفس الوقت يعني معرفش عالج الاعراض ايه بقى اللي ممكن اضيفه ايه الدواء اللي ممكن اضيفه هل ممكن اضيف ديكساميزازون ملاش اي علاقة هل ممكن اضيف اتينولول بيتابلوكر وانا ينفع اضيف فيتابلوكر ينفع اضيف فيتابلوكر بس مش بضيف الاتينولول بضيق لك شايف بقى ده فكرة تركات دي تلغبط في الامتحانية تخلي بالك مش اي نوع مش اي بيتابلوكر وخلاص ماشي حافظ مش فاهم لا قلنا ميتوبرولول بيتوبرولول هنا ما عنديش في اسم مش هينفع دي الجلوجوجوم ملوش اي رول مين اللي بيتخذ الكابتوبريل طب ايه البينفيش هالفكت بتاع الكابتوبريل هالريدقشن 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 مزبوط لانه بيقلد سيستم الراس صعب يا شباب يبقى اه دي الهارت الانجاية هالريدقشن فيها كلام كتير كنا في الغالب مش بنشرحها يعني اخد قرار كده في ثلاث دقائق واجيلكم طيب يا شباب الانجاينة هو بدء معك كده برضو بالكيز الكلام الولا بس دي اللي بتكون عامة دي الحاجات اللي خدناها في المحاضرة وشرحناها بعدين من ديك كيز برضو من الحاجات اللي هي بتاعت الروب بيكلمك عن الشيستبين هتعرفوا قدام في الطب ده ان الشيستبين ليه اسباب كتيرة خالص ما هو الشيستبين ده مش شرط انجاينة الشيستبين ده ممكن شيست انفيكشن الشيستبين ده ممكن حاجة موسكولوسكليتال الشيستبين ده ممكن مشكلة مثلا بدورها الافيوجين فاسباب كتير ممكن تتعرفها قدام شيستبين بس فيها عندي صفات للانجاينة البين هتاخدها قدام برضو ما اتقلش كلام ده اللي تسيئل فيه خلص في الفرما يعني خلام اكتر قدام ان شاء الله في البطنة هو بيكلم معاك كده كلام بداي والكلام ده خدناه في النظر كله وأنوحة والستيبول انجاينة والانستيبول انجاينة فده خلام كله يا شباب اخدناه قبل كده يعني طيب يا شباب وبيجيلمك هنا على علاج الانجاينة زي ما اخدنا في النظر بس الكلام هنا يمكن منظم شوعة بين الرسمة دي لو ستيبول انجاينة اللي عندي جاهلك بيشتكي بانجاينة زي بحصلت ريه عنده قلم اقوعة تنسى انك لازم اول حاجة ايه لازم اول حاجة تريليف البين اللي هو فيه ده عن جاهلك بيتقلم فلازم اول حاجة تشيله القلم فاول حاجة عندي لازم حاجة كده بيشتغل بسرعة عشان ننليف القلم بعد كده نضيف له حاجة تانية بقى نضيف بيتا بلوكر عشان يقلل الاتاكس ممكن ما نفعش البيتا بلوكر نضيف حاجة تانية نضيف نتريدز نضيف كالسيا منشان البلوكرز او نضيف في الاخر خالص بس سوعة تنسى موضوع ان لازم سب لينجوال نيتر وغليسرين عشان ننليف القلم طيب لو قا نستيبه الانجينا بقى الحاجات اللي خدناها بنيدي انت بليتلت زي الاسبرين انت كواجل لانت زي الهبرين عشان نمدع الجرطات والكلام ده تمام؟ ممكن بقى نعمل زي ما قولت لكاردياكسيرجي اللي هو الكوي طيب بعد كده طيب بعد كده الانجينا قلنا الانجينا بابعت بعد تام عن البيتا بلوكرز طيب الكلام عام خدناه في النظري وده الانجينا يعني ممكن تعرفهم خدب لك اللي بالليسود بس هو اللي بيتاخد ان روها ما عندوش اي مشكلة بدي اما بيتا بلوكرز هوا بيتكلم كده كده في الاكيوت اتاك لازم نيتروجلوسرين بستبعد الكلسامنشانن بلوكرز لو ازمة او سيوب دي بستبعد مين؟ استبعد البيتا بلوكرز لو هي برتنشان يقولك افضل البيتا بلوكرز افضل الكلسامنشانن بلوكرز اكتر من النايت ريتز خلها بالله بيض لو ضيابيتس احب النايت ريتز واحب الكلسامنشانن بلوكرز محبش البيتا بلوكرز افضل البيتا بلوكرز لاسباب كتيرة خلناك ازا مرة قبل كده قلنا ان البيتا بلوكرز بيتمسك الهايبوكليسيميك سيمتومز لو العين ده خد انسولين دخل في هايبوكليسيميا البيتا بلوكرز ممكن تلغبط السكر شوية لو كورونيك ديناللزيز برضو مفضلش قوي البيتا بلوكرز يعني يوم اقلها 100 شوية من بتوع للضغط يعني الضغط هو اللي مهمة او تعرف فيه الكمبيلينكي انديكيشنز هنا ممكن تعرفهم دول العلمي بالشيء وشوية الحاجات المهمة كده وكلام برضو مقرر كله مش صعب طيب خش على البيتا بلوكرز از بريفيرد از انجينال دراجز ان ازماتيك بيشن لا البيتا بلوكرز عمرها ما كانت بريفيرد في ازماتيك بيشن فاذا ده غلط البيتا بلوكرز از بيست شويز ان بيشنت برضو لأ قلنا دي بديهم في علاج مزبوط بديهم طيب يقول لك و لو قال لك بس كل الميكانيزم اللي خدناها في النظر يقول له الميكانيزم اف اكشن ليه يعني الاساس العلمي اللي انا بدي على اساسه النيتريتس في الانجينة الكلام اللي خدناها في النظر يا شباب قلنا بقى النيتريتس بتاعتنا بتعمل فبتقلل البريلوت فبتقلل الحملة على القلب فبالتالي بتقلل احتياج القلب من الاكسوجين كلام اللي احنا خدناش قبل كده وكمان ممكن مع الوقت اللي ايه هي اشتغلت شوية على الارتريولز فتقلل اللي كمان وتقلل الافترلود يبقى دي القصة كلها يبقى النيتريتس مهمة جدا يبقى لو جيه سألك بعد كده يقلل حاجة زي كده فرماكولوجيكال بيزز تبقى عرف الاساس الدوائي انا ليه بدي الدواء ده يبقى هكلم مع مكانيزم وازاي الدواء ده بيفيدني في المرض ده طيب ايه خدنا ان غيرتس بتعمل هدك بتعمل صداع مشهورة جدا وبتعمل طولرانس العام بيتعاود عليها وبتعمل مثلا انه ما ياخدش سلدنافيل ضغطه عالي قوي ضغطه عالي وضربات قلبه قليلة فلدي ضربات قلبه قليلة ده هخاف من ايه هخاف من حاجة زي الافراباميل لانها هتقلل ضربات القلب مش هينفع هخاف من حاجة زي الميتوبرولول لانه برضو هيقلل ضربات القلب كده كده الانو الزين مش بيتاخد كفيرستلاين فالمستأبروبريتسربي هنا قدي له املوديبين املوديبين يقلل له الضغط من غير ما يأثر على الهارتريت طيب انا افضل حاجة ان انا ادي اعمله دبين. طيب. ده الوحيد اللي بيتاخد اسنال اشهر حاجة واهم حاجة. طيب. مين الدواء اللي مش هينفع ياخده العيان ده. طيب ما هو بياخد نيتريت. قلنا العين بتاع العنجرة ما ينفعش ياخد معها ايه. ممنوع ملعن باتة ان هو ياخد سلدنا فيه. طيب. الاخر مديك كده تجميع يقول لك. اعتقد الاسئلة اللي هتجلكم هتجلكم زي كده هيكتب لك مرض وقول لك عايز بريسكريبشن. يقول لك ففتي فاي فير قول دي بيشن بريزينت دوست بيكالشيست بين. ده يجنو واحد شخصناه انجينا بيكتوريس جايل لك العائلة تبيكالشيست بين. تعمل ايه? اول حاجة تدهاله اركز. اول حاجة هادهاله نيترو جليسرين. عايز بقى الكلام الصحي تبقى نيترو جليسرين ديورينج. اكيوت. اتاك. بعد كده باشا اضيف مسلا ميتو برولول. ميتو برولول. ام بتوين اتاكس بيتا بلوكر كده عشان نكون ترول بتاعتنا. طيب. في ميل بتشتكي من هيبر تنشن زي ما قلنا. عندك اللابيتا لول. عندك الالفة مسايل دوبة. خدناهم ميت مرة قبل كده. طيب واحد عنده اي اف معهارة برضو خدناهم ميت مرة. بس كده تفي باز القدر. ما ان تكونوا استفادتوا. الكلام ان شاء الله سهل ما تخافش. زي ما قلت لكم اللي مزاكن النظري. مضاب النسبة له يكون كده مراجعة وكلام سهل ما فيهوش اي مشكلة. بس اللي ما احتاج حاجة ان شاء الله يبعتها عالجروب. هنحاول بقدر الامكان نرد على مدار اليومين الجايين توفين جولو